تحولت حياة عائلة أهيبة بسيدي بالعباس إلى جحيم بعدما تسببت جرعة تخدير في وفاة ابنها الوحيد مروان الذي وجه لإيادة طبية خاصة من أجل إجراء عملية جراحية كانت تبدو بسيطة من سقصة الجراح وكل هذه العملية تحتاج أنكار دور علىها تدخل من الوحدة ونصف لحتى التسعة تعليل ونحن رأنا هنا قال لي أن العملية تحتاج أنكار دور كما تهضر بالصحة لا يوجد شيء تحتاجي أنا تحتاجي؟ خاطيني أنا أنا يوجد شيء تحتاجي الفرحة الوحيدة في حياتي الفرحة الوحيدة في هذا الدنيا كان عندي بنيت عليه آمل كبيرة كنت مثلية يكبر ونفرح به والدنا الوحيد والدي الوحيد ما عاديش نعود نخلفه بركان راه بركان راه بالداخل بغيت أنه ضربه نخرج البركان راه بالداخل حرقة الفرق يصعب وصفها عند أبويه اللذان لجأ لرفع دعوة قضائية من أجل تحديد المسؤوليات في الوقت الذي توعدت فيه مديرية الصحة باتخاذ قرارات صارمة في حال أكدت التحقيقات وجود تقصير قادرة توصل إلى سحب الرقصة ولا غلقا للعيادة إذا ما تبتد فيه أنه كان فيه تقصير ولا خطأ اللي كان غير خطأ متعمد ولا ناتج عن تقصير أما إذا كانت فيه مخلفات اللي هي عادية ما نلاحظوها تخدير ولا تأي إجراء هنا الخبرة الطبية اللي غادية اللي دير فيها العدالة هي اللي غادية وجهنا وبينما شغلت حادثة الطفل مروان صاحب 11 سنة الرأي العام المحلي تم سماها أقوال جميع الأطراف من طرف مصالح الأمن بينما يرتقب أن تكلف الجهات القضائية خبيرا لتحديد المسؤوليات وأسباب الوفاة